في شهادة قادة الرهبان في العصر الزهبي للرهبانة القادة الرهبانة في القبر الرابع وفي القرر الخامس العصر الزهبي شهدوا بانتشار الشزوز بين الرهبان منهم واحد اسمه إسحاق قص القلالي وده كان أب روحي للمتين وعشر راهب بيسمع اعترافاتهم وعارف أسرارهم في أربع أديورة وشهد وبيقول كده انه بيعزوا خراب الأربع أديورة لوجود رهبان منحلين والشاهد الثاني والأهم واحد اسمه أورسيديوس ذقاب الرهبانة في الرهبانة الشركة بعد مؤسسها بحوميوس وكان في عرضة السبعة بيلقي مرثية بيعاية على الرهبانة ويقول ابكي اياته الرهبانة على ذيك اللي نجسوا رهبان كالبغال والخنذير وقال كلام أضعب من كده دكتير وقال كلام له موجود في قطب الرهبانة يرجعوا الناس يشوفوا أنا جايب المراجع بالطبع هو معلش محصره وحديد للدكتر الكتاب موجود والكتر موجود هو بياخد فترة وشيشة اللي قبلها واني بعدها هو كان بيب كده صحيح على خراب الأديور لدخول الشباب المتهور اللي غير متأموا هل الرهبانة اللي حولوا الرهبانة لاتجاه غير الرهبانة مش بالجنس زم هو يقصد لأن الجملة موجودة في الكتابة دي الكتاب هو اللي هو نائل عنه يطلع هالي يقول ان بسبب الجنة ايوه بيقول انك بتنتهي الفرصة تختلي بيها بهذا الصبي وتعطيه ما هو في هد بثوبك الداخلي حتى يسكب عليك والله غضب هاي أوضح أكثر من كده ايه هتوضح أكثر من كده ايه لا لا يبانشه자는 لما يقوله انك بتنتهي لكي تعطيه ما في فيره داخلي عليك لكي الله ه سكب عليك فضايح لانه فضايح الفرسوم المحرائي اسبจر 2001 لانه لسه م 1300 وهي هي الوقتين من الرهبانة اللي بيقول عالس eli صحيان اشتركوا في القناة